اشتركوا في القرية اشتركوا في القرية ورفعت السلطات من وطيرة الهدم في اطار محاولاتها المستمرة للسيطرة على اراضي عرب النقاب وتهجير اهلها الى البلدات القائمة حيث هدمت جرافاتها بحماية شرطة يؤاف اساسات محلات تجارية لعائلة ابو محارب في اللقية على الرغم من قيام صاحبها بهدمها بنفسه بعد تغريمه بعشرات الاف الشواطل يعني في المدة الاخيرة وطيرة الهدم ارتفعت بشكل ملحوظ حتى في القرى المعترف بها وبالاضافة الى القرى الغير معترف بها يعني بالامس هدموا ثلاث محلات تجارية لاخن فاطل هذه المحلات يعني تقوم حتى بتشغيل بعض الاشخاص واليوم عادوا ليقوموا بخلع الارضية من البطون من السمنت بقوات هائلة وهؤلاء المحلات التجارية هم الاماكن الوحيدة في هذه البلد بإمكانها تقديم خدمات للناس وتستمر السلطات الاسرائيلية في الآونة الاخيرة التضييق على المواطنين العرب البدو وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي واستهداف البشر والشجر والحجر وحتى مواشي المواطنين